وافتتحت دورة السادسة لمهرجان بيكين السينمائي الدولي في العاصمة الصينية بيكين في السادس عشر من أبريل الجاري تفاصيل أوفى في التقرير التالي نجوم السينما على سجادة الحمراء في بيكين أكثر من ثلاثمائة فرد من صناع السينما المحلية والأجنبية فضلا عن مخرجين وممثلين وممثلاته تجمعوا في حفل الإفتاح من بينهم نجوم الأوسكار ناتالي بورتمان وكريستوف وولتز والممثل الشهير من هونغ كونغ تشاويين فاتة وألاس تشونغا والممثل المشهور من كوريا أجنوبية لي يونغ جاية ولي مينفور هذا وجلبت ناتالي بورتمان معها أول عمل لها كمخرجة وهو قصة عن الحب والظلمة بالطبع هذا شرف كبير لي أن أعرض فيلمي هنا وأيضا مشاركته مع المشاهدين السينئين فقد شاهدت أفلام المخرج السينمائية شهيرة جانيمو في الولايات المتحدة وسيكون أمر رائع التعاون مع مخرجين أو ممثلين السينئين المنتج والمخرج الأمريكي بريد راتنر سيكون حاضرا فرئيس لجنة التحكم في هذا المهرج الذي سيختار 15 فيلم من مجموع نحو 430 فيما من 42 دولة ومنطقة تتنافس على المصابقة الرئيسية وفي فبراير الماضي تجاوزت مبيعات التذاكر الشهرية في الصين تلك الموجودة في الولايات المتحدة للمرة الأولى مدفوعة بالعمل المحلي خورية البحرة وعطلت السنة القمرية الجديدة التي دامت أسبوعا ترجمة نانسي قنقر